كل مرة بيطلعش بزيد إصرارنا أكثر إننا نؤدي الفريضة هادي لأنه ما حدش بيديل عن الحياة والموت هذا بإيد رب العالمين وكنا بنقول نؤدي الفريضة وإحنا طيبين وإحنا قويين وللأسف ما حالفنا الحظ في المرة الأخيرة اللي هي السنة هادي كان بحالفنا الحظ ومثأملين إننا نطلع ونؤدي فرضنا بعد ذهبي وكل ما أملك لأن كان علينا دين في البيت اللي بنيننا جديد مش قادرين إن نقدر نسجل وعندما طلع اسمنا سكره صارت الحرب وكل أمالنا راحت يعني كنا مبسوطين كتير إن نطلع اسمنا وبدنا نطلع وفي الآخر كل أحلامنا راحت وزعلنا كتير كتير زعلنا وللأسف أغلق المعبر وأغلقت معه كل أمالنا في تأدية هذه الفريضة هذا المعبر الوحيد اللي على بابه تحطمت أمالي وأمال شعبنا الفلسطيني مثلي أو الناس اللي سجلت مثلنا وهذا للأسف هو معبرنا الوحيد للعالم الخارجي بدون هيك إحنا مغلق علينا ومسكر علينا كسجن إحنا موجودين داخل سجن بدون معبر رفح لا نستطيع لا دخول ولا خروج نطلب منسيات الرئيس سيسي إنه يقدر يدبرونا ويفتحوا المعبر أمام الجميع لأنه هو المنفذ الوحيد للناس فيش إنه غيره